نصبح على حضراتكم من جديد وخلونا دلوقتي ننوح نصبح على زملاتنا في الستوديو ليندا عشان نعرف منها آخر أخبار التقس والعملات وأسعار الذهب صباح الخير عليك يا ليندا صباح خير بسانت صباح خير مصطفى صباح الخير الحقيقة بسانت الجو النهاردة حر الصبح بالليل هيكون لطيف أنا بقيت خايفة أسأل هو حر وابتدأ من اليوم الحد هيكون فيه ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وبالليل هيبقى لطيف معقول تعالوا نشوف طهر صباح خير عليكم مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية والبداية هتكون كالعادة مع الدولار الأمريكي والسعر البيع والشراء سعر البيع سجل 18.67 أما الشراء فسجل 18.59 اليورو البيع سجل 19.96 أما الشراء فسجل 19.87 الجنيه السليني البيع سجل 23.42 أما الشراء فسجل 23.31 الفرانك السويسري البيع سجل 19.44 أما الشراء فسجل 19.36 هنروح لليوان الصيني البيع سجل 2.79 أما الشراء فسجل 2.78 الريال السعودي البيع سجل 4.98 والشراء سجل 4.95 الدينار الكويتي البيع سجل 61 جنيه وقرشين أما الشراء فسجل 60.74 وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.8 جنيه وشراء سجل 5.6 جنيه وبالنسبة لمنتوسط أسعار الدهب فعيار 18 سجل 870 جنيه لجرام أما عيار 21 فسجل 1015 جنيه لجرام وعيار 24 سجل 1160 جنيه لجرام وأخيرا الجنيه الدهب سجل 8120 جنيه دعونا دلوقتي مشاهدين نستارد مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الجو هيكون حر على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وكان فيه شبورة مائية الصبح على طرق المؤدية من وإلى القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سينة درجة الخرارة في القهرة النهاردة 34 وأعلى درجة خرارة هتكون في إدفو 41 وأقل درجة خرارة هتكون في مرسى مطروح 28 هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية